اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات وزراعة حرصة مملكة البحرين على تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك والدفع بمساراته نحو أفق أرحب خاصة في مجال العمل البلدي جاء ذلك خلال مشاركة وزير شؤون البلديات وزراعة في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على أهمية توحيد الجهود وتطوير تشريعات وأليات الرقابة البلدية وتبدل الخبرات والتجارب الناجحة مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تطلع به القطاعات البلدية لتعزيز ودعم وتحقيق معايير التنمية الشاملة بما يضمن تقدم المجتمعات الخليجية وتعزيز اقتصادتها الوطنية مؤكدا الحرص على الارتقاء بمسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك وتطويره لتحقيق الأهداف السامية المتمثلة في تعميق الروابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس اشتركوا في القناة